موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا ومرحبا بكم وإلى عناوينها رئيس الجمهورية يهنئ ناظيره العراقي بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق وذكرى يوم استقلال العراق نائب رئيس الجمهورية اطلع على جهود وزارة النقل وهيئاتها المختلفة في المحافظات المحررة موسيقى موسيقى مقاتلة التحالف تستادف تعزيزات للميليشيات في حجة والجيش الوطني يسيطر على مخزن أسلحة في صعدة موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره العراقي برهم صالح بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق وبمناسبة ذكرى يوم الاستقلال وعرب فخامة الرئيس باسمه وباسم الشعب اليمني عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته ولشعب العراق المزيد من التقدم والاستهار اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح خلال لقائه وزير النقل صالح الجبواني على جهود الوزارة في تفعيل مكاتبها وهيئاتها المختلفة ومستوى التنفيذ للخطط المستقبلية كما استمع نائب الرئيس إلى الجهود التي يبذلها مجلس الوزراء في استئناف عمل المطارات والموانئ المختلفة في المناطق المحرارة بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف وبما من شأنه الاستفادة القصوى منها في النقل ورفض الاقتصاد الوطني وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين أداء النقل بمجالاته الثلاثة وتدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات اليمنية وإصلاح ما دمرته الميليشيات الحوثية في هيكل وكادر الوزارة من جانبه أكد وزير النقل أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل استئناف مهامها وتطوير أدائها بالاستفادة من خبرات وكوادر الأشقاء والأصدقاء استقبل رئيس الوزارات دكتور أحمد عبيد بن دغر السفير البريطاني لدى بلادنا مايكل آرون حيث جرى مناقشة الأوضاع الراهنة والمستجدات الجارية والقضايا المتصلة التي تهم الشعبين الصديقين وجرى مناقشة الدورة البريطانية المساندة للحكومة اليمنية للقضايا على الانقلاب وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبدولة لإحلال السلام الدائم في اليمن وأشار الدكتور بن دغر إلى مساعي وجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بالإضافة إلى جهودها مع البنك المركزي اليمني لوقف انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتدهور الوضع الاقتصادي وقال إن الحكومة وضعت مصفوفة كاملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد والمعالجات التي توقف هذا التدهور متطلعا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية مع الإجراءات الجديدة التي اتخذت الحكومة بدعم من الأشقاء وأشار إلى الجهود التي بذلها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإيداعها ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني فضلا عن المنحة النفطية التي قدمتها المملكة لقطاع الكهرباء بالإضافة إلى مائتي مليون دولار منحة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولفت إلى أن أي جهود تبذل في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يجب أن ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا وقال إن مليشيات الحوثي لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي ومحاولاتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعية السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية بدوره جدد السفير البريطاني التأكيد على دعم بلاده لشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن وأشار إلى إدراك الحكومة البريطانية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتها التخريبية في المنطقة ورفضها الكامل لما تقوم به كما أشاد بدور الحكومة اليمنية في مساعيها للتوصل إلى السلام وجهودها في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة مؤكدا أن حكومته حريصة على إنجاح الجهود والمساعي الحكومية في التخفيف من معاناة اليمنيين واصل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر عقد اجتماعاته لبحث الأوضاع الراهنة والمستجدات المتعلقة بتحسين العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع المنحة السعودية والإجراءات التي اتخذت الحكومة في هذا الجانب وثمن المجلس والبنك المركزية الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وما عقبه من قيد المنحة السعودية المئتي مليون دولار لحساب البنك المركزي وأكد أن هذه المنحة ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من العباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب الميليشيات الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي وتجويع أبناء الشعب اليمني واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزاراتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بشأن قواعد وأسس ومتطلبات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2018 بزيادة مرتبات القطاع المدني بنسبة 30% وأقر المجلس اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30% من بداية ربط الجدول العام للأجور والمرتبات للمرحلة الثالثة والمحددة بالحد الأعلى 30 ألف ريال في الدرجة الأولى من المستوى الأول والأدنى 8200 ريال في الدرجة العشرين من المستوى الخامس وتوضع في كشف الراتب في خانة خاصة باسم زيادة 30% وتعتبر جزء من الراتب الأساسي وتخضع لكافة الأحكام المتصلة به كما قرى بأن يكون الحد الأعلى للزيادة المشار إليها هو سقف أعلى درجة في جدول السلطة القضائية وفي الجدول الخاص بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وما في مستواها من وظائف بحثية أو تدريبية يسري بشأنها كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتتسلسل بقية الوظائف وفقا للذي يليه في الجدول وإضافة لذلك قرر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات الزيادة المستحقة وفقا لنص المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات والمحدد 50% من الزيادة الممنوحة للموظفين على مستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين فيها ويستكمل بشأنهم إطلاق كافة الحقوق المؤجلة للمتقاعدين والمستحقة وفقا للقانون قبل بلوغهم أجل التقاعد وربط معاشاتهم من علاوة سنوية وزيادات من مراحل استراتيجية الأجور التي إن وجدت وتسويات قانونية مستحقة في حينه وذلك من تاريخ استحقاقها وعلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذها وفق الآلية المتبعة مع الجهات ذات العلاقة وتحديدا وزاراتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وأكد على تشكيل لجنة من وزاراتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات تتولى دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفق النصوص القانونية والمتغيرات التي طرأت على جدول الأجور والمرتبات والرفع للمجلس بالمقترحات ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اجتماعا موسعا لللجنة الاقتصادية للوقوف أمام تداعيات انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد وخلال الاجتماع شدد الميسري على ضرورة ترجمة القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية وتنفيذ إجراءتها على صعيد الواقع كونها ستسهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية والحد من انهيار سعر العملة الوطنية والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا كتبعات حرب الميليشيات الحوثية العبثية على الدولة وما قام به من أعمال نهب لثرواتها ومقدراتها واستحواذهم على أموال البنك المركزي بصنعاء والمقدرة بخمسة مليارات دولار وتسخيرها لحروبهم ضد اليمنيين وأكدنا القيادة السياسية والحكومة الشرعية تبذل جهودا حثيثة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن بالتعاون مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بما يضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية ووضع الحلول لوقف تدهور العملة الوطنية وما يترتب عليه من وضع كارثي تنعكس آثاره على الجانب الاقتصادي وثمن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المواقف السعودية المساندة لليمن لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار أسعار الصرف وتقديمها منحة مئتي مليون دولار للبنك المركزي التي ستعمل على الإسهام إلى حد ما لإيقاف التدهور الاقتصادي واستعرض مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد الخطوات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ إجراءاتها وقراراتها التي أتت امتدادا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها مسبقا والهادف إلى وضع معالجات جذرية لأسباب وتداعيات انهيار الريال اليمني بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام كما استعرض محافظ البنك المركزي الإجراءات التي قام بها البنك لوقف التدهور في أسعار الريال اليمني والاستفادة من المنحة السعودية والمقترحات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية حضر الاجتماع أمين عامي مجلس الوزراء حسين منصور ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني وعضواء اللجنة الاقتصادية الدكتور عبيد الشريم والدكتور فارس الجعدبي ناقش نائب ورئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري مع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور ورئيس نقابة الهيئة التدريسية بالجامعة الدكتور فضل مكوع أوضاع الجامعة ومنتسبيها وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة سير العملية التعليمية في الجامعة بمختلف كلياتها مؤكدا أن جامعة عدن تبذل جهودا كبيرة من أجل التغلب على كافة الإشكالات التي تواجه قيادتها ومنتسبيها من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة من خلال مستحقاتهم وترقياتهم الأكاديمية رغم الإمكانيات المتواضعة للجامعة مشيرا إلى أن هناك كثير من الإنجازات التي تحققت لمنتسبي جامعة عدن خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات والترقيات ومعالجة وترتيب أوضاع منتدبي الجامعة بتعيينهم معيدين بعد أن قضى منهم سنوات طويلة في التدريس كمنتدبين في كليات الجامعة مؤكدا أن الجامعة تسعى حاليا لمعالجة القضايا المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة فيما استعرض رئيس نقابة هيئة التدريس المطالب الحقوقية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتمثلة في الزيادة المقدرة بثلاثين في المئة إلى الراتب الشهري وكذا العلاوة السنوية مشيرا إلى الظروف المادية المعيشية الصعبة التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد مطالبا بالبت في تسوية أوضاع مئتين وأربعين عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعلاج المرضى منهم وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على ضرورة صرف كافة مستحقات وحقوق أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وأكدا أن الحكومة تضع في أولويات مهامها وتوجهاتها دعم الجامعات وتشقيع التعليم الجامعي وترصد الدعم اللازم للبحوث والدراسات من أجل الاستفادة منها كجدوى اقتصادية لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب اليمنى العظيم والنخبة السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو الدعوات المشبوهة التي أطلقها ما يسمى بالمجلس الانتقالي بشكل غير مسؤول وعبثي وطالبت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أبناء الشعب اليمني والنخب برفض أي عمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الإضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع والعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في إرساء دعايم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما كما دعت الوزارة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة العمارات العربية المتحدة وكافة الدول الأعضاء بالتحالف وممثليها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى تحمل المسؤولية القانونية في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررة باعتبارهم شريك أساسي مع الحكومة اليمنية لاستعادة الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي الكهنوتي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث وعلنت وزارة الداخلية عن موقفها الواضح والصريح بكل وحداتها الأمنية من بيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي غير المسؤول والداعي إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي وأكدت الوزارة بأن أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر كما أكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإرادية ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت وستظل درعا واقيا لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه لافتة إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بفخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة والأمن وأهابت الوزارة بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كلا في نطاق صلاحياته المحددة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة ليعم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن أقامت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول التعليم بعنوان التعليم ومعوقات المعوقات والحلول وفي حفل التدشين الذي حضره وزيراء التعليم العالية الدكتور حسين باسلامة والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس والقضي فهيم محسن رئيس محكمة الاستناف بعدن والقام بعمال محافظ عدن أحمد سالمين ألقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على واقع التعليم وما يعاني من إشكاليات عكستها الأزمة التي ألقت بظلها على مختلف مناحي الحياة وتطرقت الكلمات إلى ما يجب أن يقوم به كل الأطر للمساعدة في حلحلة الأزمات المتكررة في قطاع التعليم التي ستنعكس سلبا إذا لم يتم تداركها كما استعرضت الكلمات الحلول المطروحة في هذا الجانب والتي من شأنها التوصل إلى معالجة كافة القضايا بعيدا عما يمس مستقبل أبناءنا الطلاب على اعتبار أن التعليم أمانة يجب أداؤها في كل الظروف وبدون أي تقصير وناقشت الورشة عددا من الأوراق المقدمة والتي احتوى استكمال نهج القراءة المبكرة ويعادت هيكلة التعليم الثانوي بلغاء التشعيب العلمي والأدبي واستحداث مسارات عام وفني ومهني وإنشاء سلة موحدة لدعم التعليم وتطويره وتحديثه كما تطرقت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التعليم الأساسي والأسباب التي هزت ركائز منظومة التعليم وأدت إلى ما وصلت إليها اليوم والمظاهر والإشكاليات القائمة والحلول الناجعة لها حضر افتتاح الورشة مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد الرقيبي ومستشار وزارة الشؤون الاجتماعية جمال بلفقيه وعدد من مدراء عموم مكاتب التربية في المديريات برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وبحضور وزير التربية وتعليم الدكتور عبدالله لملس وبدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أقام تلف الخير الحفل الختامي لمشروع مهارة بيدي والذي يأتي ضمن برنامج تحسين سبل العيش لأسر الأيتام في محافظات عدن وشبوة وحضر موت وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة عدن خالد الجوعي ميلاني وعدد من مدراء عموم مكاتب الوزارات أكد اللواء الركن أحمد علي مسعود وكيل وزارة الداخلية على أن مشروع مهارة بيدي والذي جاء بجهود كبيرة تؤكد التلاحم بين اليمن والمملكة العربية السعودية من خلال دعم المملكة لمعظم النشاطات الهادفة إلى استقرار حياة المواطنين في بلادنا كما ألقيت في الحفل كلمة عن اتلاف الخير تطرقت إلى المشروع الذي استهدف مائتين وخمسين شاب وشابة من محافظات عدن وشبوة وحضر موت يكفلون أكثر من ألف وخمسمائة فرد من أفراد المجتمع واستمر ثلاثة أشهر متتالية بعد ذلك قدمت عدد من الفقرات الغنائية المعبرة من فرقة الزهرات وفي ختام الحفل قام وزير التربية والتعليم عبدالله لملس ووكيل وزارة الداخلية أحمد علي مسعود ووكيل محافظة عدن خالد الجعي ملاني وعبدالله الطيار مدير مركز الملك سلمان بعدن بتسليم الأجهزة الخاصة بتنفيذ المشاريع والشهادات التقديرية للشباب المشاركين في الدورة التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بقاش وكيل وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي وفي اللقاء ثمن الدكتور بجاش دور الوزارة الكوبية في التعامل مع قضايا التعاون الثنائي بين البلدين بصفتها الوزارة المعنية بتنظيم التعاون المشترك وتطرق إلى أهمية تدارس تطوير وتعزيز علاقات البلدين وسيناف التعاون في مختلف المجالات بعد زوال الأسباب التي أدت لعرقلة سير التعاون بينهما في كثير من المجالات بسبب الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية من جانبه عبر المسؤول الكوبي عن دعمه لفكرة تدارس مختلف قضايا التعاون بين البلدين ووضع خطة عمل لاستئنافها فور عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن واستعداد كوبا للمساهمة بحسب إمكانياتها في إعادة إعمار اليمن خاصة في جوانب التدريب والتأهيل وتقديم الدعم الفني والتقني وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية قد قام بالزيارة إلى مقار البرلمان الكوبي التقى نائب رئيس البرلمان أنم آنا ماريا وأشاد بعمق العلاقة والصداقة بين البلدين وما قدمته كوبا من دعم لليمن في المجالات الطبية والتعليمية خلال المراحل الماضية رافقه خلال الزيارات سفير بلادنا في هافانا محمد ناشر بحث سفير بلادنا في القاهرة الدكتور محمد مارم مع مساعد وزير الخارجي المصري للشؤون العربية محمد البدري العلاقات الثنائية بين البلدين ونقل سفير مارم تهاني القيادة السياسية لشعب وحكومة مصر الشقيقة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر المجيدة ونوها بجهود الخارجية المصرية في تفعيل عمل البرتوكول المشترك بين البلدين مشيدا بما تقدمه مصر من رعاية وحسن استقبال لأبناء الجالية اليمنية ودعمها المستمر لشرعية الدستورية في مواجهة القوى الانقلابية الحوثية من خلال عضويتها في دول التحالف الداعم للشرعية وأشار إلى الموقف الحكومي من تقرير لجنة خبراء حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن الذي افتقر لأصول المهنية في الرصد وإعطاء المعلومات وتغاضيه تماما عن جرائم ميليشيات الحوثي من جانبه أكد المسؤول المصري على الموقف المبدئي لبلاده في دعم اليمن للتخلص من الميليشيات الانقلابية والمشاركة الفاعلة في القضايا عليها مشددا بل مشيدا بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين وأن مصر تسعى لاستقرار الأوضاع في اليمن من خلال العمل المشترك في المنظمات والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وتتبنى موقفا مؤيدا لكل ما يحقق المصالح للشعب اليمني ولحكومته الشرعية أشهد رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن طاهر العقيل بالأدوار البطولية التي يقوم بها اللواء السبعة وثلاثين مدرع في تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب وإسناد بقية الوحدات في خطوط المواجهة المتقدمة في مواجهة ميليشيات الكهنوتي والانقلاب أكد اللواء العقيل خلال زيارته التفقدية لمعسكر اللواء سبعة وثلاثين مدرع في المنطقة العسكرية الأولى في محافظة حضر موت أن قيادة الجيش الوطني قطعت خطوات كبيرة في عادة بناء المؤسسة العسكرية وتلافي أوجه القصور وعقد رئيس هيئة الأركان العامة اجتماعا ضم قائد المنطقة العسكرية قائد اللواء سبعة وثلاثين مدرع اللواء الركن صالح طيمس وأركان اللواء نقل خلاله تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة الذي يقود اليوم المعركة الوطنية الأهم في تاريخ اليمن الحديث لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني وكسر التمدد الإيراني في المنطقة المتمثل في جماعة الإرهاب الحوثية وقال رئيس الأركان في كلمة له أمام منتسبي اللواء إن البليشيات الحوثية دمرت كل شيء في اليمن وأعاقت مستقبل البلد بدءا من حروبها ضد الدولة في صعدة وصولا إلى الانقلاب الذي تسبب في انهيار الدولة وتدمير كل شيء ووصول المآسي والآلام إلى كل بيت في اليمن خدمة لأطمع إيران التوسعية بالاستناد إلى وهم عودة الإمامة الظالمية المتخلفة وعودة مشاريع الفقر والجوع والخوف والاستعباد السلالي البغيض من جانبه رحب قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء سبع وثلاثين مدرع برئيس هيئة الأركان العامة في زيارته التي تأتي متزامنة مع أعياد الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مجددا العهد للقيادة السياسية والعسكرية بأن تظل قوات اللواء سبع وثلاثين ووحدات المنطقة العسكرية الأولى هي الصخرة التي تتحطم أمامها كل مشاريع التخريب والفوضى وسيظلون أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم لبناء الدولة الاتحادية وعدم السماح للعناصر الإرهابية والانقلابية والإيرانية وأصحاب المشاريع الصغيرة أن تنال من أمن الوطن ومقدراته أخبار الميدان شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي هجوما عنيفا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في الجهة الغربية لمركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة وتمكنت من تحرير مواقع وسلال جبلية وسلاسل جبلية جديدة وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير مواقع جديدة في الأجزاء الغربية من مركز مديرية باقم ومنها سلسلة جبال الأسود وسلسلة جبال غرة وسلسلة جبال المصانع الكبرى والصغرى وكذا تحرير قرية حديدة وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وأضاف العميد الحارثي أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي حررت مساحات واسعة وصولا إلى الخط الدولي بين مركز مديرية باقم ومنفذ علم وأكد أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 عنصرا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية إضافة إلى جرح وأسر آخرين لافتا إلى أن مجموعات من عناصر الميليشيات لا تزال محاصرة في عدة مواقع بمركز مديرية باقم بعد قطع خطوط الإمداد عنها من قبل قوات الجيش الوطني سيطرت قوات الجيش الوطني على مخزن أسلحة في محافظة صعدة وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني سيطرت على مخزن للأسلحة تابع للميليشيات الحوثية الإنقلابية بمديرية كتاف وذلك أثناء عملية تمشيط كان يقوم بها أبطال الجيش الوطني في عزلة واد الفرع كبرى عزل مديرية كتاف وأضافت المصادر أن مخزن الأسلحة يحتوي على العديد من الصواريخ الحديثة الصنع والتي تم تهريبها عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي كما يحتوي على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة المتنوعة اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية المتمركزة في الشريجة بمديرية القبيطة شمال لحج وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة تسلل على مواقع لها في جبهة كريش بمحافظة لحج وذكرت المصادر أن عناصر من الميليشيات حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في تبة الشرف واتباب المجاورة لها في المنطقة إلا أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة التسلل للميليشيات وأجبرتها على الفرار باتجاه مدينة الراهدة بعد أن تكبدت قتل وجرح في صفوفها شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية عبس غربي محافظة حجة وذكر مصدر الميداني أن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيات كانت متجهة إلى جبهة القتال في مديرية حيران مؤكدا أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة للميليشيات ومصرع وإصابة من كان على متنها كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات مماثلة تجمعات للميليشيات في مديرية مستبى مستبى بالمحافظة ذاتها وكبدتها قتل وجرح في صفوفها ناقش محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع مدراء المكاتب الخدمية بالمحافظة عددا من المشاريع الاستراتيجية والعاجلة على مستوى المحافظة إلى جانب مشاريع بناء وإعادة تأهيل المباني المدمرة وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد استمع المحافظ من مدراء مكاتب التربية والصحة والأسماك والأشغال العامة وصندوق النظافة لأهم الاحتياجات الضرورية والعاجلة على مستوى مركز المحافظة وبقية المديريات واستعرض المحافظ ما عانته المحافظة خلال حرب صيف 2011 ضد العناصر الإرهابية وحرب 2015 ضد الميليشيات الحوثية مؤكدا أن محافظة أبيان بحاجة إلى رص الصفوف وتضافر جميع الجهود لإعادة تأهيل ما دمرت الحرب وتخفيف معاناة المواطنين ووضع خطة استراتيجية شاملة في كافة المجالات للنهوض بوضع المحافظة نحو الأفضل حضر اللقاء وكيل المحافظة محمد ناصر الجحماء من جهة أخرى تفقد محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم الوحدة الصحية بقرية عمودية بمدرية زنجبار والتقى بالعاملين في الوحدة وأكد على أهمية إلاء العناية والرعاية لمواطني عمودية وما جاورها وجه المحافظ مدير عام الصحة ومدير عام مديرية زنجبار باستكمال تجهيز الوحدة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى بصورة عاجلة وتزويدها بالطاقة الشمسية وبقية الاحتياجات اللازمة رافق المحافظ خلال زيارة مدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ فرج دشن محافظ شبوى اللواء الركن علي بن راشد الحارثي مشروع توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية لعدد 2700 أسرة من الأسر الفقيرة بمدينة ومديرية عتق وخلال تدشين هذه المساعدات والتي يتولى اتراف الخير للإغاثة الإنسانية عملية الإشراف على توزيعها رحب المحافظ الحارثي بوصول هذه الدفعة من المساعدات الغذائية في وقتها المناسب مشيرا إلى حاجة الأسر الفقيرة لها في ظل عجز البعض عن توفير لقمة العيش وتطلع المحافظ الحارثي إلى همية مواصلة المركز لمساعدات الإنسانية لأبناء اليمن من جانبه نوها ممثل اتلاف الاتلاف أبو بكر باراس بأهمية هذه المساعدات الغذائية للمحتاجين والأسر الفقيرة بمديرية عتق والذين حرمتهم موجة ازدياد الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية من الحصول على ما يسد رمقهم فرصة طيبة لنلتقي في هذا المكان كما أعتدنا دائما نلتقي فيه وحقا نشاهد نشاط إغاثي متحرك قوي لليمن من مركز سلمان العزم سلمان العزم والمركز سلمان الذي هو يدعم هذا الجمهورية بما يلزم قدر الإمكانيات وأنا أقول للمواد الغذائية أنه مقتها أنه مقتها الآن هذا للناس مع الغراء والمشاكل اللي حاصلة في البلاد إضافة إلى ذلك اللي طلب الليواء من البطانيات والخيام وغيرها الليواء هو مهم جدا للناس البرد الداخل الآن والأسر بعض الأسر ما في العراء فأنا أتمنى منهم ومن الأخوة تلاف الخير ومن ما هو يخدم هذه المحافظة أن يساعدونا في هذا إننا اليوم أندشن حملت مساعدات مركز الملك سلمان الغاثية في مدينة عتق والتي يبلغ عددها 2700 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين والأسر الشهداء وإن كانت هي كلمة شكر فنحن نوجهها للسلطة المحلية بالمحافظة المثلة وقيات اللواء الركن علي بن راشد الحاثي الذين يقدمون كل الدعم كل التسهيلات والحماية من أجل الأصول والمساندة في استكمال عملنا ورسائلنا ورسائلتنا هي أيضا للمركز سلمان في استمرار الدعم مثل ما وجه اللواء الركن علي بن راشد دعت سلطة المحلية أصحاب الأعمال والمحالة التجارية إلى فتح أبوابها واستئناف أنشطتهم بمدينة تعز التي جهدت موجة تظاهرات منددة بارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة وقال وكير المحافظة دكتور عبدالقوي المخلافي إن على الجميع أن يطمئنه فتعز مدينة السلوك الحضاري والتعايش والسلام وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون معي يعمل خارج عن القانون أو أي سلوك مدان هذا وكانت تظاهرات جابت شوارع مدينة تعز مطالبة بحلول عاجلة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن هيار العملة ودعت سلطة المحلية في المحافظة الحكومة إلى سرعة تدخل وإيجاد معالجات للحد من معاناة المواطنين وصعوبة أوضاعهم المعيشية اطلع أمين عامل المجلس المحلي في محافظة عدن بدر معاون معه نائب وزير التعليم الفني وتدريب المهني عبدالربو غانم المحولي على سير العمل ونشاط وزارة التعليم الفني في العاصمة المواقة عدن وخلال الزيارة تعرف معاون من المحولي والعاملين في الوزارة على مستوى أداء العمل في قطاع العلاقات وقطاع التخطيط والمشاريع وقطاع المناهج والتعليم المستمر كما تعرف على نماذج من شهادات وبيانات الدرجات الخاصة بالخرجين وطلاب المعاهد كما اطلع على سير عملية تصحيح كراسات الامتحانات في المعاهد التابعة للوزارة بالمحافظات المحررة وعقب الزيارة عقد أمين عامي محلي عدن لقاء مع نائب وزير التعليم الفني وعدد من مدرأ عموم الإدارات والعاملين بالوزارة ناقش خلاله أبرز الصعوبات والمعاوقات التي تواجه وزارة التعليم الفني والاحتياجات المختلفة التي من شأنها النهوض أكثر بدور الوزارة وأشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة ممثلة بنائب وزير التعليم الفني المحولي وكافة منتسبي الوزارة نظير تفانيهم بالعمل في ظل الإمكانيات المتاحة أمامهم مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية المساهمة في النهوض بكافة مؤسسة الدولة وبما فيها التعليمية من جانبه رحب المحولي بزيارة أمين عامل المجلس المحلي في عدن لديوان الوزارة واطلاعه على الجهود المبذولة في مختلف قطاعات الوزارة بهدف خدمة العملية التعليمية دشن فرع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بمحافظة شبوة فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي وخلال تدشين الفعالية أكد الوكيل المساعد للمحافظة علي الكندي ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ناصر البعسي حرص قيادة فرع المؤسسة على الاحتفال بهذه المناسبة العالمية وأشاد ببرامج التوعية التي أعدتها لها وأكد على أهمية شمولها لأكبر قدر من النساء اللواتي يذهبن تذهب حياة البعضة البعض منهن ضحية لهذا المرض الفتاك من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة ومدير وحدة معالجة الأوران بالمحافظة الدكتور صالح المصوع طبيعة برامج التوعية الصحية بسرطان الثدي والتي سيتم تنفيذها طيلة شهر أكتوبر منوها بأنها تستادف التجمعات النسوية في العمل والمدارس والكليات الأخوات البنات في محافظة شبوه ليلة إسراء وتردد على عيات الكشم بكر عن سرطان الثدي لما لذلك من أهمية في العلاج فكلما أكتشف سرطان الثدي مبكرا كلما كانت نسبة الشفاء عالية جدا وكذلك ليتعلموا من العاملين في عيات الكشم بكر عن الفحص الداتي وكذلك موعد الفحصات الروتينية وإذا لزم الأمر متى يكون موعد فحص جهاز الماموكرام فهذا مهم جدا وبرضا نناشد الأهالي جميع الأهالي والطلاب والخطباء بتوعية بهذه المسألة لأننا الآن لدينا في المركز أكثر من 67 حالة مسجلة مصابة بسرطان الثدي فهذا عدد كبير جدا في هذا اليوم ندشن فعليات الشعر الوردي التوعية بسرطان الثدي شهر أكتوبر وتحت شعار لأنك الأمل فحصك أمل في فرع مؤسسة حضر الموت مكافأة سرطان فرع شبوة وذلك للتوعية بهذا الشهر والتوعية بسرطان الثدي ونحث جميع النساء في توجه العيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بالتعلم من فحص الذاتي ونقول لكم يومكم وردي وإن شاء الله وكل عام وأنتم بخير عقد مجلس جامعة عدن دورته السابعة لشهر سبتمبر برئاسة الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة والذي أكد في مستهل الاجتماع على أهمية تضافر الجهود لأجل سلامة العملية التعليمية واستمرارها بعيدا عن المكايدات السياسية والخاصة وعدم الزج بها في تون الخلافات بين الأطراف مبينا حرص قيادة الجامعة على حل كل الإشكالات العالقة بالطرق القانونية والمناسبة وأشهد رئيس الجامعة بانضباط الكليات بالعام الجامعي الجديد الذي بدأ وفق التقويم الجامعي في مستهل سبتمبر المنصر فيما لا تزالت ترتيبات جارية في نظام القيد والتسجيل والاستعداد لامتحانات القبول في الكليات الخاضعة للسنة التحضيرية مشددا على ضرورة استمرار الدراسة وفقا للخطة الأكاديمية والاهتمام بتوفير كل السبل المتاحة لصالح عملية تعليمية منضبطة وناقش الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة عددا من النقاط ضمن جدوله الاعتيادي منها التقرير بشأن المنقطعين من أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة ووضع السكن الطلابي في كليات الجامعة إلى جانب توصيات المجالس الدائمة ومحضر المجلس للدورة السادسة لشهر أغسطس واستمع المجلس لتقرير موجز للزيارة التي قام بها وفد جامعة عدن إلى عدد من الجامعات السودانية برئاسة النائب الأكاديمية الدكتور عادل عبد المجيد وعضوية كل من النائب العلمي الدكتور محمد عبدالله عقلان وعميد كلية العلوم الدكتور محمد عبدالله الفقيرة جرى بمستشفى سيئون العام بحضر موت حفل تسليم معدات طبية وأدوية متنوعة قدمتها جمعية النهضة الاجتماعية بتمويل الهيئة الخيرية العمانية وفعالية الخير بسلطنة عمان وبإشراف جمعية الرأفة للتنمية وتضمنت المعدات الطبية التي بلغت كلفتها الإجمالية خمسة عشر ألف ريال عماني أسرة وعربات نقل للمرضى وأعمدة وعربات أدوية وكراسي متحركة وأدوية متنوعة وفي حفل التسليم أشاد وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة عمان الشقيقة مثمنا جهود جمعية النهضة الاجتماعية في تنفيذها للمشاريع التي تمس حاجة المواطنين ومشيرا بأن هذه المعدات والأدوية ستسهم في تعزيز وتطوير مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى ناقش أمين عام المجلس المحلي بمديرية البريقة بمحافظة عدن وليد الحاج علي مع مسؤول الأمن الاقتصادي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالمحافظة محمد محضار عيديد تنفيذ مشروع المساعدات النقدية للأسر النازحة في المديرية واستعرض اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة الإغاثة جمال أحمد ناجي الإجراءات المتعلقة بحصر النازحين وذلك في عمل مسح شامل لكافة الأسر النازحة المتواجدة في مختلف مناطق المديرية حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدات النقدية من قبل الصليب الأحمر وأشاد أمين عام محلي البريقة بدور وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم العون ومساعدة النازحين للتخفيف من معاناتهم المعيشية مؤكدا استعداد السلطة المحلية في المديرية لتدليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة لما من شأنه تنفيذ هذا المشروع الإنساني ألهام حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الأهلي بالمديرية شفيق عبد الحميد قباطي دشنا مدير عام مديرية الشيخ عثمان أحمد محضار عمل المضختين المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لتعزيز عملية ضخ مياه الصرف الصحي للمضخة الرئيسية في منطقة الممدارة واستمع المحضار إلى شرح مفصل لعمل المضخة من مدير الصرف الصحي في المديرية والعمل على تعزيزها بالمضختين والذي سيساهم في عملية تقوية المضخة ويحد من عملية العجز وطفح المياه في البيارات وعبر المحضار عن شكره للهلال الأحمر الإماراتي على دعمه وتقديمه للمضختين مؤكدان استمرار المتابعة لعمل المضخة وحل جميع الإشكالات وتدليل أي صعوبات قد تعترض الصرف الصحي في المديرية مثمنا جهود عمل عمال الصرف الصحي في المديرية ومثابرتهم في أعمالهم بهذا الخبر مشاهدي الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في الختام نعود ونذكر بالعنوين موسيقى رئيس الجمهورية يهنئ نظيره العراقي بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق وذكرى يوم الاستقلال موسيقى نائب رئيس الجمهورية يطلع على جهود وزارة النقل وهي آتها المختلفة في المحافظات المحررة موسيقى موسيقى مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات للميليشية في حجة والجيش الوطني يسيطر على مخزن أسلحة في صعدة موسيقى 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 في ختام هذه النشرة لكم أجمل التحايا وأطيب المنا من طاقم العمل جميعا دمتم بألف خير ووطننا بخير وأمن وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة